تفاصيل نظام التكليف الجديد للأطباء تابعونا حددت وزارة الصحة والسكان تفاصيل نظام التكليف الجديد للأطباء مشيرة إلى أنه بعد قضاء فترة الامتياز يتقدم الطبيب لحركة التكليف عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك وأضافت أنه يختار الطبيب مديرية تكليفه والتخصص الذي يرغب بالعمل فيه والالتحاج ببرنامج الزمالة المصري لا فتة إلا أنه يتم ترشيح الطبيب لمديرية التكليف تبقى للإحتياجات والمجموع التراكمي ورغبات الطبيب في حين يتم ترشيحه للتخصص طبقا للاحتياجات والمجموع التراكمي ورغبات الطبيب وأماكن التدريب بالزمالة وأوضحت أنه يتم ترشيح الأطباء للتدريب بالزمالة المصرية في التخصص الذي تم ترشيحه إليه في إحدى مستشفيات ومديريات التكليف وفي حال عدم توفر مكان للتدريب داخل محافظة تكليفه يتم نقله للتدريب في أقرب المحافظات إليه لحين توفر مكان للتدريب في مديرية التكليفة وبالنسبة لتخصص طب الأسرة أوضحت وزارة الصحة أن العام الأول يجد الطبيب ست أشهر بمركز طب الأسرة ضمن برنامج التدريب بالزمالة وصدت أشهر أخرى في استقبال أحد المستشفيات ذات النطاق الجغرافي لوحدة طب الأسرة المتدرب بها وبدءا من العام الثاني وحتى نهاية مدة التدريب بالزمالة يجد الطبيب سنويا 9 أشهر بمركز طب الأسرة و3 أشهر باستقبال أحد المستشفيات وأوضحت أنه بالنسبة للتخصصات الملحة يجد الطبيب كامل مدة تدريبه داخل المستشفى المقرر بها تدريبه ضمن برنامج الزمالة المصرية دون العمل تماما في وحدات الرعاية الأساسية وأشارت إلى أنه بالنسبة لباقي التخصصات يجد الطبيب سنويا 9 أشهر بالمستشفى المقرر تدريبه بها و3 أشهر بأحدى وحدات الرعاية الأساسية ضمن النطاق الجغرافي وأكدت وزارة الصحة أنه بعد نهاية مدة التدريب بالزمالة واجتياز الاختبارات يحق للطبيب التقدم للتركية كأخصائي في تخصصه ويتم تأهيله للعمل كمدرب بالزمالة المصرية في حال رغبته بذلك بالتوفيق والسداد لجميع الأطباء لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك وشير وسبسكرايب ترجمة نانسي قنقر